الهيئة العامة للأثار أو ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة السياحة والأثار بمثلة في المجلس الأثار بطلاء تمثيل أسود كبر قصر نيل باللون الأسود أثناء عمال الصيانة التي يتم تنفيذها حاليا أكدت دكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية اليهودية بالمجلس على أن ما يتم تداوله عار تماما من الصحة وأن تمثيل أسود كبر قصر نيل ليست في عداد الآثار المسجلة وأن أعمال التنظيف والصيانة التي يقوم من مجلس تنفيذها تأتي في إطار التعاون مع حافظة القيارة إلى آخره ما ليش أنا ليعتاب على الدكتور جمال وهو يعني هي مش أثار بس يجب أن أستخدم وألتزم بالأسليم العلمية المهنية المتفق عليها في عملية التنظيف والصيانة وغيره يعني المفروض كلمة دي مش أثر يعني ده مش رد لا دي لها قيمة أنا بقول بقى لها 150 سنة مش أثر عشان ما تسجلش يعني هل هي بتبقى أثر عشان تسجلت كنها ما تسجلتش لا تنفي أنها أثر ده وجهة نظري وقد أكون مخطئة برضو لكن في كل أحوال يا جماعة دي بلدنا ودي شكلنا وده صورتنا والحاجة دي لها قيمة عند الناس في الصورة الزهنية عندنا فبالتالي أنا سعيد بالإيجابية والتواصل والتصحيح لكن الهيئة العامة للأثار بتقول ما أثيرة على مواقع التواصل اجتماعي ده مش مواقع التواصل اجتماعي ده نقابة التشكيليين ده جهة معروفة يعني بتقولك أنت في عندك خطأ ما فنقول ردا عليهم بقى يعني يعني مش تواصل اجتماعي وبعدين عاري من الصحة أنه مش أثر لكنه مش أثر على رأسي من فوق يا سيدي لكنه ده شيء مهم يجب أن يحظى باهتمام علمي في طريق تسياد ده وجهة نظري والله أعلى وأعلم ده أول موضوع خليني برضو يعني بالمرة شيء بشيء يذكر يعني حتى لا مر الموضوع مر الكرام شايفين برضو يا جماعة معلش شايفين دي الأسود اللي أنا بتكلم عليها وعمل أقول ودي أثار ومئة وخمسين سنة والخدوي إسماعيل كلام العظيم ده كله لحظة يا عمي لحظة يا أستاذ لحظة يا أستاذ شايفين من اللي عمل هذا الكلام أحمد رجب والبيومي ومش عارف المخزنجي ومش عارف إيه وباليخ ومين بيحب مين وصمر بتحب مين وعمهم مش عارق دبوهم يا جماعة ده كلام ده يليق ده يليق بسلوك شباب أو شبات ده يليق بينا بمواطنين بنقول حضارة مية أو ستة الاف سنة وسبعة الاف سنة وده معمول بقاله البرونز ده معمول بقاله ما هو ده اللي خلاهم ما هو الصورة دي قال لك ننظفه فتفتق زينا أحدهم نعملها بالرولة وخلاص فالناس وقفوا ورجعوا كلامهم تاني تمام لكن بقول ده يليق ده يليق يا جماعة ايه المنظر ده يا جماعة ايه المنظر ده يا جماعة ما كل دول اللي عالم فيها وكل الشارع اللي عالم فيها شايفين شايفين ده سلوكيات ده سلوكيات بتفرزها ثقافة المجتمع أنا آسف سلوكيات أحد يكذب على القطرة وماشي حد بيحدف طوبة على القطرة وماشي حد بيمسك موسي يعمل الكرسي بتاع القطرة ولا بتاع اليتوبيس ولا بتاع المايكروباس حد بيكتب مش عارف مين بيحب مين يا جماعة ده سلوك معيب وأنا بقول الحقيقة برضو المواعظ ده مش هتجيب نتيجة يعني أنا حد يسمعني يقولك والله كلامه صحة مش عامل كالتاني أكيد لا ده كد بيهازخر ويمزح على اللي احنا بنقول أنا بقول القانون بقول ان الكاميرات موجودة تغطي كل الشوارع واللي بيتمسك بيعمل حاجة زي كده ييجي غرامة على طول الموضوع مصلت جدا الفلوس بتربي الناس القانون بيربي الناس لا المواعظ هتربي ولا انه لا هو الموضوع أنا بتكلم مش دي بس دي والقطارات والإيطابيسات والشجر في الشارع والطرق الاحترام الملكية العامة احترام الحاجة بتاعتنا دي حاجتنا احنا يا جماعة ده كلام بقول وانا مش عايزة أستمر في مواعظ لكن بقول ها زلالي قلب مصر ولا بشباب مصر في موضوع كبري قصر النيل والأسود وما تم فيها شكرا